مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو. ان شاء الله هذا الشهر انا شايف الورق حلو وحبايبي تفاعل والتفاعل هو الحل. بالبداية قبل ما انسى خليني احكي الابراج او الطاقات. اكتر ايش يمبين ميزان اسد قوس. فيه كمان اللي هم ناريين. نارية هوائية ومائية. هذا اكتر شي مبين بالورق. خلينا نشوف طاقة برج الدلو لهذا الشهر. يعني اغلب افكاره او يعني طاقته على شو مركزة هاي الفترة مشاعره افكاره. لكل فترة الها طاقة معينة فنشوف طاقته اه لهاي الفترة كيف عامله. اها. اه شايفي نوعا ما تحقيق بعض الامور اللي كانت شوي صعب انه تتحقق. شايفي تركيز اه عليها وشايفي فيه نتيجة حلوة من وراها. فشايفيتك عم بتركز على الطموحات اكتر ايش يا برج. اه اه الدلو. اه وكأنك عم شوي اه فقدت ثقة بالحب. جيت اه يعني كل املك اه بالشغل البعض منكم طبعا مش اله الكل. اه عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة. اه بتصلوا كتير صلوات دعوات. اه يعني عم بتكون وعم بتتواصل وروحانيا وعم بيكون في حب كبير في اه في موجود. اه على الاغلب حب جديد. على الاغلب. لكن ممكن يكون مع اشخاص قديمين يعني مش مش شرط. لكن اه الاغلب. هاي هي طاقتك لهاي اه الشهر حبيبي. اه شايفيتك اه طلعت من مشكلة كبيرة. خلينا نقول اه هاي المشكلة انا بسميها يعني اشياء كبيرة مصيرية. اه طلعت منها ممكن تكون اه هي انتهت خلاص طلعت منها. اه لكن اه ممكن تكون اه طلاء وممكن تكون خسارة اه عمل ممكن. اللي هي خسارة يعني. ولكن انت اتعديت هذا الموضوع اه بعد ما اخسرت اه هذا الشي زرعت نصر او فيه عندك اه نصر اه بعديها تماما. يعني هي المشكلة بعدين النصر اه تماما واكنه على نفس الشخص او بنفس الاتجاه هدول الكرتين عم بيكونوا لانه بجنب اه بعض اه مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك اه تستشفي. عم بشوفك شوي تعبان يمكن اه الظهر عندك اه اه او اه تعبان نفسيا اه ممكن اه النوم عندك فيه مشكلة او الاكل. الجهاز الهضمي اه اكتر يعني اه بعضكم طبعا مش اه كلكم ولكن هذا الموضوع عم يتطور اه عم بيسير اه ممتاز. شايفيتك اه بالعمل عم بتحقق انتصارات اكتر من انتصار واكتر من فوز عم بتحقق اه اه ولي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكتر من فرصة انا بشوف اه هاد الشهر اكتر من فرصة لهم انه يلاقوا اه شغل فا اه كروه حلوة كتير على مستوى اه العمل عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب اه اه او العائلة والعمل من بعد فترة كان فيها التوازن اه مش اوكي. اه عم بشوفك اه كتير اه قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت اه على فكرة برج الدلو اه كان في عندك اه طاقة سلبية قوية كان في عندك اه شي قوي اه يمكن سحر او حسد او شغلة اه ولكن عم بشوفك اه عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها. اه شهر سبتمبر ان شاء الله بتكون اخلصت من هذا الموضوع. نهاية سبتمبر بتكون اخلصت من هاي الطاقة السلبية ان شاء الله تماما شايفيتك نضيف. اه الشاكرات تبعو لك نضاف في اخر الشهر اه امورك اه تمام. اه اكتر شي ناس اللي عم يدرسوا عم بشوف اه في نتائج كتير اه حلوة. في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان اكتر من مرة ولكن شايفة اه نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الاصدقاء او مع الاهل عم بتفرح اهلك بهذا الموضوع او عم يفتخروا اه فيك وممكن تكون اه نفسك انت صاحب العائلة يعني الاب او الام انت نفسك اه ادلو اه انه ولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع اه الدراسة هذا الشهر اه فكمان بيضغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف اه شوي من اه او بعض اه ناس برج ادلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا تكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف اه برج ادلو الاشخاص اه وكأنه عم بيغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الاشخاص اللي حواليهم عم بيغيروا جلدهم بيعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي له مش هذا مش هذا هو انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة اه عندك حكمة كبيرة اه تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته انت فعلا انت ظلمت كتير اه فعم بشوف بعده زي ما قلنا فيه انتصار من بعد هاي المشكلة اه شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق اه فكرة بشوفك فيها اه اما شغلة ابداعية او شغلة اه بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس اه مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها اه مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون اه اه في جمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول اه تعمل هذا الموضوع اه يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير اه عم بشوفك كتير اه كريم اه انت بالاساس كريم بس هذا الشهر اكتر اه عم بتكون كتير محتاط في شخص اه حواليك اه امرأة او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص اه برجه اه مائي على الاغلب هذا الشخص اه في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه اه رح يضل فترة يعني في في راسه اه انت موجود ورح يحاول انه يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في ايده اشي انا ما شايفة انه بس اه اللي هي اه على الفاضي محاولات اه فاشلة بس انك شوية تكون اه محترس من هذا اه الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك اه شايفة في الكروت جاي فوق بعضها كتير حلوة اه انت والشريك شايفيتك في في قمة الحب والا من بعد اه مشكلة كبيرة يمكن هاي المشكلة نفسها اه يعني مشكلة كانت مش اه صغيرة مشكلة كبيرة مع الشريك اه صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط اه انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءة ممكن تكون عكسية لانه عامة اه ولكن عم بشوف اه من بعد هيك عم بشوف اه اصلاح للامور اه عم يعني عم الامور اه ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت اه العلاقة شايفة للناس العزاب اه شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا اي حدا اه يعني عندهم مواصفات عالي جدا اه لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم اه ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او اه عم مش بتكبروا عليها عم بشوفوها انه مش مناسبة مع انهم اه ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا اعطوا فرصة في شخص اه ممكن انه يظهر في حياتكم اه هذا الشخص اه ممكن يكون اه برجه اما ترابي اما هوائي اه يعني رح يكون منيح رح يكون اه كويس اممكن ادملكم الحب اللي انتو محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص اه معين. عم بشوف فرصة حمل الكبيرة اه للناس اللي عم يستنوا حمل. عم بشوف عم بشوف اه الحمل او هم اردي حوامل فعم عم بشوف الموضوع عم بيصير على خير. مش مبين بنت او ولد. مش عارفة. يمكن بنت بس اه يعني هدا اغلب الاشياء. بس شايفيتك حبيبي اه كتير عم تحتفل هذه الفترة عم تطلع من فترة قاتمة لفترة حلوة. اه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقة او لو كنتوا منفصلين. اه عم بتفكروا في بعض بطريقة اه فضيعة. اه اتنين انا شايفي حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع. اه فعم بشوف سيطرة هدول الاشخاص لسه موجودة لحد الان. اه ولكن بالمستقبل القريب اه ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص. اهم شيء اه رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبة للازواج اه شايفة في ناس عم بتفكر اه في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها. اه بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع. لانه ممكن شوية اسرار تطلع اه لبرة اه من من غير ما تقصدوا اه اه او اه غصبا عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع. خلينا نشوف ازا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر. ازا شايف انتصارات بالعمل اه اه يعني ممكن يكون اللي هو ترقية لانه شايف عندك مفتاحين. ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت. ممكن تمتلك بيت او تنتقل على بيت جديد. والمفتاح التاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو اه ترقية او اه منصب معين. فكتير حلو. بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه اه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلت لكم عنهم في فيما بين الاصدقاء في شخص متخفي. اه في شخص عندي بيدس اه سم معين او سموم معينة افكار اه عم بيحكيها عنك بطريقة غير مباشرة وكأنك بتعرف هاد الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف. بس انه هاد الشخص اه ما عم يكن لك الخير وحطك في راسه فدير بالك. اه ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط اه معين. هدا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت اه اليك وكرت للشريك. ازا كان في شريك اه للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة او شو عم بتفكروا. بشكل عام العقل الباطن. ازا لبرج الدلو. ازا برج الدلو ورق كتير حلو. عم بتغير حالك. اهم شيء عم بتغير حالك. اه لانه برج الدلو كتير طيب يعني اه عم بيستغلوا. في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع. فلازم تغير حالك. لازم نتغير شوي من تصرفاتك. اه تحط حدود. وانا شايفتك هاد الشهر ماشي بال يعني اه بالاتجاه الصحيح. خلينا نقول. ازا كرت ايلك كرت للشريك. بالنسبة ايلك حط يعني ما عم تفوت دقيقة. طول الوقت عم بتفكر بال بالحبيب. ما رايح ابدا من فكرك. قد ما سبب لك مشاكل. قد ما ظلمك. قد ما عمل فيك. لسه عم بتشوفه مثل الوردة. لسه عم بتشوفه. اه يعني ما تغير بتفكيرك. ممكن بتفكيرك الواعي تغير. اه عم تطلق عليه احكام وكذا. لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه احبه كبير. اه احلى كرتين. اه كمان الشريك. الشريك اه عم بيحاول انا شايفة في عنده طاقات سلبية ممكن تكون من طرف تالت عامله طاقة سلبية او اه يعني من طرف اه مو شرط طرف تالت اللي هو خيانة. لا يعني ممكن تكون اي طرف. اه لكن عم بشوفه شوية شوية عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده اه شايفة عنده مشاكل عم بيركز اكتر اشي عانه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة اه لقدام. فهذا اكتر اشي عم بيفكر فيه وعم براقب وبيغار بطريقة فضيعة. لكن ما عم يبين. مبين عندي انه اه شوي شخص متكبر او عنيد اه غامض عم بيخبي اه امور او بيتقصد يكون غامض لحد يغيصكم يمكن. خلينا نشوف اوراكلز. هاي هاي الفترة فترة عواطف اه بالنسبة لبرج الدلو رح يركز كتير على عواطفه واساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة له سبتمبر وشهر مناسب للعاطفة. اه نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه يعني ان انت رح تغير تفكيرك او اه الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك اه تحط حدود زي ما قلنا اه هذا الكرت اه باية هذا الموضوع. هون بقول لك اه بقول لك شوي ابعد عن اه اه الزحمة الحياة المدن اه العجقة اللي بحياتك اه حاول تبتعد اه تعمل خلوة لحالك تعد شوي مع حالك يمكن تعمل يمكن تعمل اي اه اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانية اه لحالك اه تتعطي حالك اه شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي اه يحركك ما كتير ترد على اللي حواليك او عن ناس اللي حواليك رح يكون اه يعني راح يكون فيه لغط لانه قلنا قبل شوي فيه اشخاص حواليك ما عم يريدو لك الخير فبيقول لك انتمي او اه اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسسات يعني قوية فهدولة برج اه اه ادلو كمان بيقول لك اه نوذلو اه هذا الكرت اه كرت قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونية من المخالفات اه بشكل عام انك تخالف وخاصة في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا اه كون اه يعني ماشي عالقانون مية بالمية ما تتركها وللحظ اه هاي الفترة اه بيقول لك تاندك اه في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خلي خليه يكون مشروع او علاقة اه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كزا اه دخلت فيه لكن اه مثل اه يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شي انك تطلع منه اه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع اكتر واكتر اطلع من هذا الموضوع او يمكن ادمان معين ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن شي معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة اه يعني اطلع منها هذا الشي على فكرة جديد اه ان كان شخص او حدث او اه مشروع هذا شي جديد ما عمي يحكوا عن شي قديم لك فورورد اه بيقول لك صح في طريقك كتير اه مثل معوقات او تالنجز كتير بس بيقول لك اه لك فورورد بس اطلع قدامك قط وبخار خطوة ما تفكر بي اه يعني كتير لوقت بعيد اه كون متفائل وفكر بس بي اه باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك اه اكتر او ما تكبر الامور اكتر اه ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بيحكي لك اه نفس الشي بيقول لك امن بالا 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 اللي جواتك اه كمان بيحكي عن الحاسسات والحدث انه في عندك حدث كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنمي ممكن انك تنمي هادي الموهبة اه اكتر واكتر اه بيقول لك انه التزامك كمان اه في الامور والمشاريع اه رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشي بيحكي لك يور انترنر قايدنس اه ركز ما بعرف ليش تطلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو اه احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسسات يعني بس الكروت يعني كتير عم بتحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع اه نمي هاي اللي جواتك اه هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو اه بيحكي لك اعمل عن عن طريق المشي اللي هو في في طريقة مش بس بالشمعة او اه انه نتنفس وكزا اه لأ بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشي غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار اه تانية هو دائما هدف انه تعمل تركيز على اشي يعني على 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 التنفس على على اشي معين اه او باندول او شي يعني صوت معين بحيط انك تتخلص من كل الافكار ايجابية او سلبية لمدة دقائق اه هذا الشي بيعمل كتير فرق معاك ويزيد طاقتك الايجابية فهو بينصحك بهذا النوع من اللي هو بالمشي كل اه كل يوم لمدة اسبوع فحلو يعني اتبعوها عملوها اسبوع وشوف ايش بطلع معاكم. ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الاوراكل. نشوف كمان الفارق الاوراكلز. اه بيقولك بكفي انك تضلك كتفكر حالك انه انت انت الضحية انت فعلا انت ظلمت اه يعني انا بحاول اربط الكوت الاوراكلز بالقراءة اللي قرأناها. فبيحكي لك يا دلو انه اه بيكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا انت فعلا كنت ضحية ولكن اه متابعة التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس نفس الاحداث. فاطلع من هاي الطاقة من انك انت تكون اه الضحية. وانا شايفة بالورق انه انت راح تغير جلدك وراح تغير من طريقة اه تفكيرك. فهذا الشي حلو. اه حل كتير بيقولك في عندك احتفالات اه في في وممكن تكون زواج. فحلو كتير. وممكن تكون احتفالات مع الزوج او الزوجة. فكمان كرت حلو. ابيحكي لك اه هذا الملاك اه بيقولك اه اي برينج اه مساج فرام يور اه دزيز لوف وان من اه حبيبك السابق او اله وكأنكم مرتعدين عن بعض. بيقولك ام هابي اات اه بيس اه ان اي لوف يو فري ماتش. هو بيحبك كتير وهو عايش اه في سلام مع هذا اه الحب. اه بيقولك لا تقلق لا تشك يعني فيها لا تلا تفكر افكار مش حلوة وكأنه بيطمئنك. الحبيب او الشخص اللي انت حاطته في بالك يعني مو شرق يكون حبيب ممكن صديق صديقة. اه بيقولك انه اه الصلوات اللي عملتها او الدعوات اللي عملتها اه رح رح تصير ان شاء الله في في وقت قريب. اه ولكن بيقولك كمان هاي الصلوات اه مش بس عشان انك يعني لا تعملها بس عشان انك تحصل على شي معين هي في حد ذاتها هي 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 استشفاء. اه فممكن تكون كمان عاملها يعني عشان استشفاء مش عشان اه شي معين. هذا اللي كنت طلع معانا مقلوب. اه هو اساساً منيح اللي طلع مقلوب. اه لانه يعني بيحكي لك انه انتبه من اه المشاكل اللي حدت واجهك. مشاكل اه صغيرة ما لها اهمية لكن بما انه طلع مقلوب معناته ان شاء الله ما في مشاكل والامور ميسرة وعلى خير ان شاء الله. اه نيجي للفقرة اللي قلنا عنها الاضافية. انت رح تسأل سؤال حبيبي واحنا اه انا رح اه اجاوبك بنعم او لا. فانت اضمر على سؤال او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال معين. خلينا نعرف انه هل سيحصل? واذا اوكي يعني متى التوقيت او بشكل عام قريباً بعيداً يعني اللي بيطلع معنا. فهذا الشي رح يحصل ازا لبرج الدلو او لا? ممكن يكون سؤال يعني بسيط ممكن يكون هدف ممكن يكون اي شي. اوه مية بالمية ان شاء الله يا برج الدلو. اه هادا هادا الكرت اه كمان يعني مبشر باكتر من من شغلة يعني وكأنه اكتر من حلم اكتر امني رح تتحقق بنفس الوقت. انا شايفة تنتين ماسك في ايدك تنتين شغلتين. وعم بتكون عندك اه اللي هو يعني فرح كبير اه نتيجة هاي الشغلة. حلو كتير. اه نشوف اه ازا في وقت معين او شي. متى هذا الاشي ممكن انه يصير بشكل تقريبي طبعا مش محدد. اه قريبا جدا. هادا الاشي رح يصير بعد اربع اشارات. يعني اربع اه مسلا اه اربع ايام اربع اشهر اربع اسابيع اللي هما اربع اشارات.